حالة ترقب يعيش على وقعه المترشحون لامتحان شهادة الباكالوريا وأوليائهم في انتظار النتائج وسط نشر وتداول إعلانات مفبركة وكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعية رفعت من معدل التوتر والضغط النفسي المصاحبي لمثل هذه الفترات الحرجة قصرات بالبالام اللي بدأوا يشوفوا الناس في غيزو السوسيو وهذه الإعلانات والترتيبات على الولايات كالناس بزاف تصلوا بنا بش يعرفوا حقيقة الأمر وكان هذا ديجا خلق نوع من الثيرة بالنفسي ما نكتبش تلاميذ بدأوا يخافوا قال لك كيفاش صافي خلاص على بلهم بالنتائج ما حبوش بركيا في شي وبدأوا يخافوا دارت لهم يعني ضغط نفسي مدابينة ما نزيدوش عليهم بالرغم من العقوبات التي تنجر عن مثل هذه الممارسات لم يمنع ذلك من استمرار نشرها هذه السنة ما يعزز إمكانية المتابعة القضائية لمن يتقاسمها نيابة بإمكانها يعني بكل ما أتيح لها من وسائل أن تتابع كل شخص الناشرة أو ساهمة أو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يعني حتى الاقتسام للبارتاج هذاك سيعاقب من الناحية القانونية يعني وفقا لقانون العقوبات بين النجاح والفشل يعيش المترشحون للباكالوريا وأوليائهم صراعا نفسيا داخليا يقتضي مرغاة الظرف الحالية من خلال التقيد بالمعلومات الرسمية والابتعاد عن الإشاعات التي قد تؤزم الوضع أكثر شكرا